اليوم رح نحكي عن القشرة أسبابها طرق علاجها وإحنا بنعرف القشرة مع تغيير الفصول كمان هذا بكون واحد من المسببات أنه ممكن تظهر ولا لا؟ مية بالمية طبعاً إحنا عشان هيك اختصينا باليوم بالحديث عن قشرة الشعر بسبب تقلب الفصول اللي إحنا مرقنا فيه من خلال خلال نحكي شهر رمضان كامل مع فترة العيد إنه إحنا عم نطلع من شتا عم ندخل لصيف مرود نرجع لشتا مرة تانية فهذا الإشي بيأدي لجفاف فروة الرأس طبعاً القشرة لها أكثر من سبب وهي أكثر من نوع إحنا ما حنحكي عن details تاعة القشرة ولكن حنحاول خلينا نحكي نحاول نوضحي لكم طرق علاجها السريعة والسهلة بنفس الوقت نعم محمد إذا قلنا هذا سبب من الأسباب تغيير الطقس ولكن هناك أسباب أخرى أيضاً نظهر القشرة مية بالمية تمام هلا من أسباب ظهور القشرة أكيد تغيير الطقس كبداية استخدام المستحضرات الخاطئ لأنه أنا ممكن أستخدم نوع شامبو يكون فروتي لنفرة دهنية وأنا أستخدم شامبو للشعر الجاف هلا بالحالة هاي الشامبو هو بالعادي شامبو للفروة مش للشعر فأنا إذا الفروة عندي دهنية وأطراف الشعر جافة أنا لازم أستخدم شامبو للفروة الدهنية وكونديشنر أو بلسم للشعر الجاف فأنا أستخدام نوع الشامبو الخاطئ بيأدي كمان لظهور القشرة مرة أخرى هلأ كمان فيه من ضمن الأسباب اللي هي الاستحمام المتكرر بنوع شامبو كمان خاطئ يعني فيه ناس بحمي مشاعرهم كل يوم بشامبو لنفرض هو الاستخدام الأمثل اللي هو الشامبو اللي هو مرتين لثلاث أسبوعيا بس فيه ناس بتحمي مشاعرها كل يوم هلأ هذا الاستخدام برضو بيؤدي لظهور قشرة فإحنا هون عشان منوضح أكتر أنه فيه شامبوهات مخصصة للاستخدام اليومي اللي هي بتحتوي على نسب قليلة جدا من السولفيت اللي هي بتساعد إنها خلينا نحكي تطلق غزاء أو تطلق زيوت اللي موجودة بالفروة بشكل طبيعي نعم الفروة عنا أردي بشكل عام كل يوم عم تطلق زيوت طبيعية أنا لما أجي أشيل الزيوت هاي كل يوم كل يوم كل يوم بشامبو خطأ أو بنشفها أكتر فبالتالي أنا بتطلع عندي قشرة إذا استخدمت شامبوهات اللي هي بتكون مخصصة للاستخدام اليومي مثل كتير أنواع أهمهم مثلا براند إنسايت عامل شامبو اسمو ديليوز إحنا جايبينه اليوم معنا هنحكي شوية عنه هلا هذا بساعد إنه يتحكم بنسبة إفراز الدهون بالفروة وهو بخلي الدهون عندي زي خلينا نحكي بلانس ما بلا نشفها كتير وبنفس الوقت ما بترك إفرازها بشكل كتير عالي نعم طب بداية المنتجات اللي موجودة أمامنا إحنا عم نشوف أكتر من منتج فخلينا نبلش من الأول وتقولنا إش هي المنتجات وإش هي استخداماتها أكيد هلا بالبداية إحنا نعرف إنه نوع القشرة نوعين رئيسيات اللي هي القشرة الدهنية والقشرة الجافة أكس هالطريقة إنه إحنا نمييزهم فيهم إنه القشرة الجافة هي اللي بتنزل عندي على كتاف على كتافي وبتظلها مبينة زي خلينا نحكي نقط بيضة بالشعرة نعم وعلى كتاف نعم هلأ هاي القشرة الجافة القشرة الدهنية اللي هي القشرة اللي تستقر على فروة الرأس بتكون بشكل قطع كبيرة القطعة هاي ممكن تكون يعني خلينا نحكي بحجم الأصبع مثلا أو بحجم نص الأصبع هلأ هاي القطع هاي قشرة دهنية نعم المنتج الأول اللي احنا عم نشوفه قدامنا سيمبلزن سيمبلزن نعم هلأ هاده هو عبارة عن هوا أول منتج اللي حضرتك لمستين نعم هاده عبارة عن مقشر لفروة الرأس أوكي والمنتج اللي بجانبه هو عبارة عن كريم شامبو بيكون انتنسيف للداندروف خصوصا أو للقشرة خصوصا طبعا أول منتج احنا بنستخدمه هاده البكيج بنستخدمه بشكل أسبوعي مرة لمرتين أسبوعيا عند الحاجة أو بنشوف خلينا نحكي حسب حاجة الفروة المقشر بنوضعه على فروة الرأس طبعا هذا مقشر فيزيائي فأنا بفركه على الفروة بشكل دائري لمدة ثلاثة لخمس دقائق بعدين بشطفه بالماء بالمي بعدين بحط الشامبو اللي هو المنتج التاني طبعا هذا بساعدنا انه يتخلص من القشرة بلحظتها بنفس الوقت بالإضافة انه هو كعلاج مستمر مع الاستخدام المتكرر للمنتج نفسه ثاني منتج عم نشوفه هو من براند إيفا اللي هو الأكسجينيوم شامبو هلا الأكسجينيوم شامبو هو في منه نوعين في منه النوع اللي بيكون شوي ملكي هلا هذا بيكون فعليا بيحتوي عن نسبة زيوت عشان يترطب لنا القشرة الجافة فبالتالي هو بعالج مشكلة الجفاف اللي بالفروة اللي بتأدي لظهور القشرة والمنتج التاني بيكون يحتوي على خلاصة التي تري والسلسلك أسد سلسلك أسد هو معروف كمعالج للإفراز الدهون أو لفرط إفراز الدهون فهذا بيثبتلي من نسبة إفراز الدهون فبالتالي هيعالج لي القشرة الدهنية فهنا احنا عنا منتجين واحد مخصص للقشرة الجافة والتاني مخصص فقط للقشرة الدهنية طبعا أنا إذا فروتي الدهنية برجع دايركت للقشرة الدهنية وحتى لو الشعر عندي جاف بروح لكونديشنر للشعر الجاف هون إحنا لازم شوي نحاول نفرق بين طبيعة الشعر هلأ ثالث منتج هو من براند إنسايت طبعا هذا إحنا جبناه معنا اليوم عشان نشرح عن أهمية استخدام الشامبوهات اللي بتكون للفروة الدهنية هلأ هذا الشامبو هو بيحتوي على التي تري أويل بالإضافة أنه بيكون فياته خلاصات مختلفة من البابونج ومثل كمان الهوهوبا أويل اللي هي حترطب للفروة بس بنفس الوقت هو حيتحكم بنسبة إفراز الدهون عندي بفروة الرأس فبالتالي هذا هو مخصص للناس اللي فروتهم دهنية بشكل عام واللي جنبل هو الباكت اللي صغير هذا أو زي العلبة اللي صغيرة هاي هذا مقشر كمان فيه زياعي هلأ هذا المقشر بنستخدمه عشان نتخلص منسبة إفراز الدهون بالفروة والقشرة يعني أنا إذا فروتي دهنية وما عندي قشرة بقدر أستخدمه عشان يتحكم لي بنسبة إفراز الدهون نعم هلأ ثالث منتج هو كمان برضو من براند إنسايت براند إنسايت خلينا نحكي هو مختص بعلاج مشاكل فروة الرأس بشكل كتير كبير يعني عندهم أكثر من لين لهاية المشكلة ثالث منتج هو براند لين الأنتي داندروف هلأ هذا هو مخصص للناس اللي عندهم قشرة بغض النظر عن نوع القشرة لأنه هو عبارة عن بوريفوينج أو مطهر طبيعي لفروة الرأس ويعني منخص بالذكر إنسايت أنه هو بيحتوي على 97% لـ 98% من مكوناته من المواد الطبيعية فبالتالي بناسب جميع الأعمار وما بضر أي نوع شعر شو مكان النوع ثالث منتج إحنا عم نشوفه وهو الستيميو بيل هلأ هذا صراحة حلو شوي لأنه الستيميو بيل من براند فارما سيريز هو براند طبي فهم هون عم بيختصوا بالمشاكل خلالي نحكي بشكل أكبر شوي هون حاطين مقشر كيميائي وفيزيائي بنفس الوقت بيحتوي على سلسلك أسد عشان يساعدني إنه يتحكم بنسبة إفراز الدهون بالإضافة أنه فياته يوريا فعنا إذا كانت فروة الرأس عندي دهنية أو إذا كانت فروة الرأس عندي جافة ولكن بحاجة تقشير أنا بقدر أستخدمه بكل أريحية بدون أي خوف نعم وأهم شي إنه هذا مناسب للناس اللي عندهم صورايسس أو الصدفية لفروة الرأس ما بضرهم نهائي لأنه اليوريا والبانثينول اللي موجود فيه حيرطب المنطقة هاي والسلسلك أسد اللي موجود فيه حيقشر لي إياها فبالتالي حيخلصنا كمان من الصورايسس كعلاج وليس فقط كخلينا نحكي حل مؤقت للمشكلة لا هو علاج كامل نعم أخر منتج عم نشوفه اللي احنا حكينا فيه قبل شوي اللي هو ديليوز هذا للناس اللي بحمي مشاعرهم كل يوم يعني أنا عندي جم بطلع الدوام بروح تعبان بدي أتحمم ما بزبط أستخدم أي نوع شامبو تاني أنا بلجأ مباشرة للديليوز لاين الديليوز لاين بيكون فياته مواد تنظيف بسيطة فإنما تيجي تنظفلي الفروة ما بتنشفها من الدهون فبتترك شوية من الدهون هاي عشان تغذيلي فروة الرأس والبصيلات اللي موجودة سو ما بتضرلي الشعرة بشكل عام على اللونغ تيرب طبعاً نعم هيك بكونوا كل المنتجات اللي أمامنا حكينا عنهم مية بالمية تمام إذن بس سريعاً نرجع نذكر كل من يتابعنا بالنصائح اللي حضرتك حكيت لنا ياها بالبداية بما يخص غسيل الشعر وخاصة بما يخص القشرة وتغيير الطقس إذن أنت لا تنصح بالغسيل المستمر طبعاً بالشعر بشكل يومي طبعاً ولكن إذا اضطرينا فهناك حل من كشمير صحيح بما يخص المنتجات الموجودة عندهم بالشكل اليوم صحيح هلأ إحنا في حال بدنا نقسل فروة الرأسنا عندنا بشكل يومي لأ إحنا دائماً نستخدم منتجات للاستخدام اليومي هلأ تاني نصيحة وهي أهمها أنه أنا أقدر أميز بالنوع فروة الرأس اللي عندي ونوع الشعر لأنه ممكن يكونوا متضادين عادي أنا ممكن فروتي دهنية شعري جاف أو فروتي جافة وشعري دهني نعم وهي حالات جداً نادرة الفروة الجافة والشعر الدهني هاي جداً نادرة نعم ولكن إحنا بشكل عام عندنا بالأردن بسبب مثلاً الصبايا عندنا كتير بيصبغوا شعرهم سو الشعر عندنا بيكون كتير جاف ولكن طبيعة الفروة مع طبيعة المناخ عندي هتأدي إنها تكون دهنية نعم إذا أنا بستخدم منتج خاطئ أنا حسبب مشاكل أكبر فلأ إحنا منفضل إنه تزورينا بأي فرع من فروعنا عشان نفحص لك فروة الرأس نفحص لك الشعرة نقدر نميز شو نوع الفروة ونوع الشعرة اللي إحنا عم نشتغل فيها عشان نقدر نعطيك التريتمنت المناسب لإلك يعني دائماً بكشمير في موجودين كل المختصين والاستشاريين اللي ممكن يقدمو لكم النصائح اللي تلبق لكم واللي بهمنا إنه تكونوا قادرين إنه تحصلوا عليها كنتيجة لهذا الفحص نعم طب خلينا نقول إنه مثلاً هناك أشخاص عندهم قشر كتير ولكن زي ما حضرتك تفضلت موجود معاها صدفية نعم أوكي وإحنا منشوف كمان أحياناً برضو في أمراض جلدية أخرى ممكن تكون مستحبة لفروة الرأس زي الثعلبة وغيرها ممي بالمي سواء من الاسترس ممكن كمان الأكزمة والأكزمة تصيبني بالفروة فهون كمان في منتجات مختلفة بتنسخوا فيها أكيد 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 هلأ طبعاً الشخص اللي بعاني من الصدفية هو المنتجات اللي بقدر يستخدمها سواء للجسم أو فروة الرأس هي جداً محدودة عشان إحنا يعني بدنا نعالج ما بدنا نهدي الفروة فقط هلأ طبعاً بكشمير في لاينز كاملة بس مختصة بالصدفية نعم في لاينز كاملة مختصة فقط بالأكزمة فعلى حسب خلايا نحكي شو المشكلة الجلدية اللي أنا عندي آه ممكن نلقي لها حل بالإضافة إنه في شغلة كتير ناس عم تطلع لهم قشرة وهو ما بيعرف السبب هلأ ممكن يكون السبب مش منتج خاطئ ممكن يكون السبب مش تقلب فصول ممكن يكون نقص فيتامين بي أو الزنك الزنك بشكل عام إذا نقص عنا بالجسم دايريكت اللي بأثر على الشعر يعني العلاقة بين الزنك والشعر غريبة شوي إنه أنا مجرد من نزل عندي الزنك الشعر عندي بتضرر سواء كتلف أو كقشرة وممكن أحفيك ريصير فيه إفراز دهون زيادة بسبب نقص الزنك شانك حتى الناس اللي عندهم تساقط دائماً بنحكي لهم إفحص دال وزنك بعدين تعال خلينا نشوف نتيجة الفحوصات هاي هلأ الفيتامين دال ما بأثر على القشرة الزنك هو اللي بأثر على القشرة أكثر نعم فإذن يعني هو كل مربوط ببعض طبعاً جسم مئة بالمئة ودائماً بنقول إنه دائماً لازم يكون فيه نصيحة طبية طبعاً هذا لازم الأمر إذا كان فيه أي شيء يستدعي إنه تدخل طبي ولكن أكيد أنتوا كمان موجودين لحتى تساعدونا كل ما نوصل مكان كمستخدم لحتى نقدر نتخلص من القشرة مئة بالمئة أو بشكل عام من مشاكل الشعر كلها نتخلص منها طبعاً أكيد طيب إذن موجودين بكل فروع كشمير كل الاستشاريين لحتى يعطوكم النصيحة المناسبة ويدلوكم على المنتجات أيضاً المناسبة شكراً جزيلاً لوجودك معنا أستاذ الحمد وكل التوفيق دائماً وأبداً للكم ولكل الفريق شكراً للك جميعاً شكراً لكم اشتركوا في القناة